أهلاً فيكم في منطقتي هذا والله اليوم جايب لكم شخص بده يعلمنا شغلات لازم تكون موجودة في فتاة أحلامك يعني شغلات اه 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 رح تعرف هذا الفيديو بس قبل كل شي اضغط زر اللايك بإذنك ما تسألني كيف اضغط زر اللايك ونزل اكتب كبار عدد منكم من التعليقات في فجر التعليقات اوكي وزوجوني كمان لا لانه ما ضل شيء ما طلبت منكم اضل اطلب منكم تزوجوني اليوم نحن نحكي عن شخص اسمه قزاز قزاز ولا قنينة بمس سؤال هلا اذا قناته تقع على الارض رح تنكسر بايخة اوكي نرجع لموضوع قنينة قزاز نزل فيديو خمس اسرار اذا ما موجودين من المنت تركها فوراً زي 18 فيديو مهم لكل شبه اوكي بعدا عن انه العنوان اطول من شعر نور مارخ خلينا ما نشوف الصورة مصغرة يعني فيها شغلات ما ادري كيف حاطتها بس شغلات زياد ما لا نهاية مش زي 18 اي نعم اي نعم يا صديق المشاهد اللي في بالي في بالك اها دوليك بالضبط اوكي طيب خلينا نشوف خمس اسرار ونتعلمهم اي ممكن يلزمونا محمد لازم يجي اليوم لحتى انت ترتبط باسمين وشوفوا مواصفات البنت اللي انت لازم تكون معا وليش انت لازم تكون مع شخص عنده هذور الشارعات اللي انا بدي احكي لك اليوم لانه حب اه ليش انت بدك تحكيلي مواصفات بنت انا بدي اياها يعني انا بدي اتزوجها لا سمح الله اه ليش انت بدك تختار مواصفات شريكتي انا مين قال لك انه زوقي مش حلو مين باعت لك كرت خصوصي وفي مقدمة الكرت الكاتبين لك ارجوك لتجي وتختارنا شركاء حياتنا مين مين علمه ويفتح قناة يوتيوب مين انت انسان ناجح بدك تنجح بالحياة وعب تحاول بيديك وباجريك لحتى تشتغل على الحالك بتمنع بساوي لحتى اساعد اهلي لحتى اساعد حوالي لحتى ابني مستقبل كتير حلو فانت حصرا لازم ترتبط بهاي البنت اللي انا بدي احكي لك عنا اليوم نب خطأ مية في المية شوف اذا انت بدك تكون شخص ناجح في الحياة وتبني مستقبل وتعيش اهلك والكلام اليوم حكا ما بعرف تحكيها اوكي اذا بدك كل هاتف الموضوع ايزي فري ايزي روح وتسوج بنت بتحكي لابوها بابي ما تسألني ليش ولا اقل لك تسألني بجاوبك لانا بيكون ابوها عنده كتير من هداك النوع وفايل حالي بتكون امنت مستقبلك ومستقبل اولادك واهلك ومستقبلي انا كمان اصلاح انا ما لعلاقة بس بتأمن مستقبل الكل قبل ما ابدأ بهذا الفيديو بدي احكي لك قصة سريعة عني اوكي انا من الاشخاص الي كنت شايد من بالي فكرة انه ارتبط اوكي انا لانه كتعب احاول احق اهدافي وابلش اشتغل حاولي ومشان اطالع مصاري الى اخرهي بس هللا انا بالوقت هللا الحب شوف حب انا قبل ما اصور هذا الفيديو كنت بقرأ قصة الليلة والذيب والحق عنه على الزيب مش ليلاها هذا ليس مهم بس ليس ناقصين قصص اوكي يعني ما بنا نسمع قصة حياتك انا قصة حياتي ما بحب اسمعها من نفسي وين الخمس اسرار اللي راح تقولنا ياها اكون معكم صريحة انا شبه ليوة اوكي شبه ليوة ومعي مصاري وناجح وواسق من حالي وكل الشغلات اللي انا عندي اياهن كل البنات بيرغبوا انه يرتبطوا بشاب مثلي بس لما انت بتوصل لمرحلة انه انت تكون ناجح معك مصاري كتير السقة مان هلا نبدأ في قنيني يق jotka advocates متى وزيق في احِّن اójين ! ما بتوضي Buysic ومونس فما سموه ثقة اشوف كتير ناس هيك بيتılmışوا وهيك الأولي انا قميل هلأ حلو صح كتير تكون واسق من نفسك وتحب نفسك وتشوف حالك حلو بس مش ضرور تحكي لنناس انا حلو لانى انتي لما تحكيه انا حلو راح تطلع بشكل غبي وكل انا اعرف المقول الشهيرة الغزال بعنم وقت السقة بالنناس حلوة رح تول في نفسك لأنه كلهم ميتين عليها أنا أحمد منها من بجسم عكوب كل شي فأنت صار وقت انه انت اللي تنقئيهم مو هنالي ينقوك لأنه كل البنات بدهم إياك بس انت بدك وحدة بس أوكي فأنا بالنسبة لي هلا جاهز لحتى ارتبط أوكي؟ هو جاهز مشكلنا أوكي؟ لأنه أول شي هو بعمر مناسب انه يرتبط وتاني شي هو يرتبط عنده فلوس شي قدر يتزوج ويعيش ولاده ومرته وحياة منيحة أوكي بحكي هذا الكلام ليش؟ بسبب ضعف الدولة العثمانية خطأ لأنه في كتير شباب بس يشوفوا هيك حكي راح يقولوا يلا نرتبط لتس كو فمش صارتها ترتبط بعمر مش لازم ترتبط فيه وبعمر لازم تبني مستقبلك فيه على بعرف 99.9% نفس اي ريال انه انتو تقريبا كلكم ما بتحبوا تسمعون الصائح من حدا بس حبيت اتسوي حالي أم لازم تتفهم طبيعة الشغلك والشغل يلي انت بتشتغله لأنه إذا انت بدك تطول مع هاي البنة مدى الحياة فانت لازم تفرجيه عدد الساعات اللي انت بتشتغل فيهم وعدد الساعات اللي انت بتكون جو الشغل صح وهذا الشي اللي كنت بحكي لك يا صديق المشاهد شوف بحر انك ما بتحب حدين صاحك بس تحملين شوي وكي هلا ما بصير ترتبط وانت عم تبني مستقبلك لانه 99.9% نفس اي ريال ما حتنجح في شغلك لانه دايما راح تعطي الأولوية لعواطفك اللي ما لأمه داعي فرح تفشل فعشان ما تفشل وكي كتير قوي يعني احسن شي انا فيني اشوفه انه هدا الشاب بيشتغل كتير فهدا المستقبل تبعوك كتير حيكون حدوب بعكس البنات اللي بدن اياك مثلا اسبوع او اسبوعين او شهر او شهرين ما عم بفكره فيك لما هذا البن حب انت قاعد تحكي عن المستقبل يعني لازم تحطرنا لنفة سلم نجاح يعني شغلات تحفيزية بما انه عم تحكي عن المستقبل ليش قاعد تحطرنا شغلات مش لازم نشوفها ياخي حطرنا دجاج بخ بقيق قلنا انه دجاج طبيض كل يوم من بيضة 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 بس ما تحطرنا بس بس ما بسبسات اوكي اوكي بعيد فهنما عندهم مش لي ابدا اذا انت بلات معهم وما اشتغلت ابدا لانه هن بدن يستمتعوا باللحظة لما هن تكونوا معك اوكي بس البنت التانية اللي هي بدا ياكي تكون مدل حي ياخي ياخي حب انت في اليوتيوب زيس اس يوتيوب زيس اس نود نتفليكس يعني يمكن في اطفال يتابعوا المكتب وخصوص انك حاطت علامة زي 18 في العنوان يعني اذا الاطفال ما كان بدهم يشوفوا الفيديو بس لما شف هاي العلامة خلاص صار بدهم يشوفوا الفيديو يعني ما بدها ثلاثة يحكوا فيها كان يقولوا اتنين يحكوا فيها صح يلا مش مهم يعني كل شيء ممنوع مرغوب فالشيء اللي قاد بتحطه ما لا اي علاقة بالفيديو اللي هيك رجع مشاهد نتفليكس لهم اوكي تحكي معه وتطلع معه وتتسلم معه وتهموا الشغلة لانه بده يجيك مصيبة وهذا الشي اللي صار معي انتو اخواتي بحب احليكم كل شيء ما بحب اخبي عليكم اوكي لما انت بتكون مغموس بالشغل عم تشتغل بكل شيء بتقدر عليه قاعد بيحط مقاطع له هو قدام كمبيوتر عم يكتب شيء يعني هزاز انه عم بيشتغل ما بس هو بشوف كتير ناس هيك عم بيصور نفسهم على لابتوب او كمبيوتر طبعا مع كاسة قهواء وبحطو لك اغاني تحفيزية وفي الاخر قاعد يلعب لعبة ورقي يعني يشدي على اللابتوب ويسجل على الدفتر وخلاص خلاص كيف نطفيكم مين نشر هاي الاغنية بس بدي عارف عشان ادي عليه اتبقى لك اذا انت الانرجي عندك كتير عالية تتعرف على بنت انرجي كتير عالية وتعمل قصة وحكاية لا الفكرة بالموضوع انه اذا انت عندك انرجي كتير عالية وانت تطبق مع البنت يلي عنده انرجي كتير عالية هاي البنت مناسبة لك ايش وات طبما هو لازمنا بنعمي انيشتاين يجي ويشرحنا هاي المعادلة اللي اصلا هو اذا نفسه مش فاهمها شوف بصراحة ما فهمت اي شي من هات انرجي مين والناس نايمين من الاخر ما هتلزمك انرجي الموضوع بسيط مسش سبونج بوب زوج بنت عند ابوها الفلوس عالية اما الانرجي العالية فهاي لما تشتري طاقة شمسية بفلوس ابوها فراح يعطيك انرجي من الواحد طاقة شمسية انا متأكد لانه انا مجبر احكي مع تي بنات لانه 20 بنت واشوف انو اوكي شوف حب هاي اكبر فكرة غلط يوصلها للشباب اللي قاعدين يتابعوه مش لازم تحكي مع 20 بنت عشان تختار الصح اوكي البنت الصح مبينة وواضحة ووضوح الشمس مش وضوح القمر بايخة شوف انت اي متر رح تروح وتتحكي مع 20 بنت لتختار البنت الصح لما انت تكون مش صح يعني لما انت تكون مش واعي لانه لما تكون واعي فرح تعرف البنت الصح من شكلها حكي هاتى صرفاتها مش تروي تحكي مع 20 بنت متل ما هو بقوله حتى تختار الصح اوكي شوف بصراحة انا بالنسبة لالي الشخص المتاح لجميع مقرف من الاخر وانك تحكي مع 20 بنت هاي مش رجولية ولا فخر انك تفتخر فيه قدام استقاك بالعكس انت اكبر تافحة قصية لانه انجربت كتير وعرفت انه اذا البنت كتير هادية معي كتير كتير فانا رح اكون هادية و رح اتعب فانا رح اخسر شوي مش حصيتي اوكي فانا الانجي عندي كتير عالية بضطر لحتى احكي انا بالنسبة لي ياخي ياخي ليش بتحطلنا مقاطع صنبور مياه ايش هاد المقطع اللي قاعد تحطها هنيك والكلام هير هون ايش قاعد عم تسوي اريو اوكي يعني يلي عم تحكي انك واعي لدرجة انك تطلع في فيديوهات وتنصح الناس انا شايف انه لازم تجيب حدا ينصحك انت اريو مش تمام ما رح تعرف اي بنت مناسبة اليها غير لحتى تجرب اوكي لازم تجرب تحكي مع بنت وبنتين وثلاثة انا بدأ اكون مع بنت مدى الحياة انا لازم اعرف مين هي ولازم اعرف بنات تانين لانه بجوزة عزبة معي بالمستقبل بجوزة بعدين اعرف انه هي مي بنت التمام شوف هو قاعد يعيد نفس الغلط حرفيا مش لازم تحكي مع كتير بنات لا تختار الصح اوكي واذا متل ما هو يقول انه مش همات اندم بعد الزواج فانت لو اندمت بعد الزواج فالمشكلة فيها كنت مش في البنت اوكي يا ام انت نسونجي وهاي اكيد لانه 99.9% نفس ايري من الشباب نسونجيين ولما يتزوجوا كمان بيضلوا هيك ويا اما انت شخص مزاجي شوفها انا ابقول انه لما تتزوج راح تتحجب لا كل الشباب يضلوا نسونجيين حتى بعد الزواج بس مو انك تترك بنت تركة اهلا وحياتها كلها واختارتك لتعيش معك واخر شي اختياري غلط لازم اختار هديك البنت هديك البنت احلى وحبا قللك انت حمار ومش واعي لانه هي مش علبة محارم ولا علبة بيبسي هي انسان زيها زيك واذا انت غيرت رايحك بعد الزواج لي اسباب تافهمتل انه ما هتشوفها حلوة فنمش لي فيك انت لانه انت هداك الكان من الاخر تفهم علي فالانرجي كتير مهمة انت وياها لازم تضبقوا على بعض بالانرجي لحتى تكمل معه مدى الحياة البنت يلي انت بدك تحكي معه وتساويه حبيبتك المستقبلية ومرتك المستقبلية حصرا لازم تكون واعية وانا بقصد فيه نقطة مهمة هون نقطة مهمة ولا فاصلة مهمة ها ها بايخة كلامه صح 100% لازم البنت تكون واعية اي يعني انه لازم تتزوّش في عمر تكون واعية فيه الناس ما بيكون واعيين في عمر 10 سنين ا 15 سنين صح ومش بس البنات تحديدي لكل ارسال الكل لازم تتزوّش الا لتوصل لعمر مناسب تكون واعي فيه شوف كل الناس حاليا بتشوف حالها واعية من العشر سنين لما لا نهاية كلهم بيشوف حالهم واعيين بس لما يكبروا بيشوفوا كيف كانوا قبل سنة وبيقولوا كيف كانت هيك يا زلمين كل الناس هيك حرفيا لهيك كل ما تكبر كل ما تصير اوح كل ما اختيارك تكون صح اوكي خلنا نوقف الفيديو هون لانه طول الفيديو تبعو 19 دقيقة يعني ما ادري ليش ما باع الفيديو لشركة نيتفليكس بس المفروض كان يسويه من سلسل وحلقات المهم ما احن نكمل الفيديو لانه في النهاية قاعد يحكي شغلات ما بنا نسمعها ونشوفها اي وبس هيك الفكرة اللي حابة اوصلها لك يا صديقان المشاهد انه مش اي شخص طلع وحكي على الانترنت معناه هو شخص صح مش اي شخص عنده كم مليون متابع وطلع ونصحك بالشي معناه هو صح مية في المية واكبر مثال هو هذا الشخص لهيك ما تصدقوا كل شيء على الانترنت وتروح وطبقوها في حياتكم لانه مش كل الناس بتشوفك غزال مش كل الناس اهلك لحتى ينصحوك نصيحة لمصلحتك اوكي وحرفيا كل الناس قاعد يتدور على المشاهدات من الاخر يعني وبس هيك زي موصلت لهم فماتبسة اكبر عدلا منكم من التعليقات فجلو التعليقات اوكي وهذه هي حسابي استغرام التعليقات سا بيت اصميير بحسابي استغرام سيوه في مقاطع جديد I swear I'm addicted to blue cheese I gotta stick to the sleeping like blue sweet bitch I'm I'm a I'm a I'm a I'm I'm ترجمة نانسي قنقر